لأبو دريس نقيباً للصحفيين ورباً يغينوا على هذا التكليف ومبارك لكل الصحفيين هذا الانجاز وهذا العرس الكبير أستاذ شوقي يعني انتقابات أول نقيب للصحفيين الآن بعد غياب الأكثر من 33 عاماً نتحدث عن ذلك ربما كيف تقرأ هذه الخطوة؟ نعم هي خطوة كبيرة جداً نكرر التهني على الأستاذ الزميل عبد المرعيم أبو دريس ونهني جميع الصحفيين أنا كنت شاهد على خطوات الانتخابات خطوة بخطوة منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم يعني المسألة استمرت وحتى الآن الفرد زي ما قلت هو مستمر حتى الآن فكانت عملية ديمقراطية انتخاب في غاية الرغي والتحضر والصحفيين يدعملوا مع المسألة المسؤولية ربما فاقت التصورات يعني منذ صباح باكر جداً بدأت وفود من الصحفيين والصحفيات بيتوافدوا على دار المهندس في العمارات وفي وقت وجيز امتلأت الساحة بالناس وبحماس شديد جداً وبصبر شديد جداً انتظموا في صفوف طويلة ليدلوا بأصواتهم فأول حاجة ده أعتقد أنه ده ما نسألة وعي عالي بمستوى ربما غير مسبوغ قدموا رسالة جاءوا من كل أطراف الخرطوم ومن خارج الخرطوم ومن الولايات ومن العالم أيضاً في بعض الناس جاءوا عشان يشهدوا هذه الانتخابات وصوتوا حتى عبر التصويت الالكتروني كانوا مهتمين جداً وطوال النهار يكون عندهم مشكلة الالكترونية بيتصل عشان يكونوا يحرصوا على التصويت أفتكد وعي كبير جداً ثم الممارسة نفسها أول نقابة تكون للصحفين وحنا برضو بنعيد التهني على الصحفين أنهم فتحوا هذا الطريق طريق النقابات الديمقراطية المنتخبة من القواعد المهنية هذه العملية تمت بأول من عرفوا من هو الصحفي وعمل سجيل جديد للصحفيين طبعاً دي كان هي واحدة من أبواب الاختراق يعني كان بيصوفوا الموظفين العلاقات العامة وموظفين في مصالح حكومية متعددة ومصالح ربما أمنية بيجوا يصوتوا دائماً في انتخابات الصحفيين عشان الإسلاميين المحددين دي ليستمروا قاعدين في الاتحاد ومنافع وكذا دون أن يرتد هذا المنفع لأي صحفي يعني إحنا خلال الثلاثين سنة كانت في اتحادات بتاعت الإسلاميين دي نحنا كصحفيين لا نعلم عنها أي شيء يقول والله عندنا أراضي عندنا بيوت وانت قضيتك الأساسية هي حرية التعبير وما كانوا عندهم أي إسهام في هذه المسألة في حرية التعبير أنا حليني أحكي واحدة من المشاهد أنا في 2018 تم اعتقالي واحتقال زوجتي الحبيبة أمل هباني واحتقلونا فبعد أنا خرجت من المعتقد قبلها بأيام فإذا بهم يعني يتصلوا عليه واحد من الاتحاد أنا ما دارسكور اسمه ويقول لي والله إحنا عندنا مبادرة قاعدين في اتحاد الصحفيين قلت له والله تماماً في شنو خير إن شاء الله حتعمل شنو فقال لي إحنا قاعدين مبادرة كبيرة عاوزين أنك تمشي نسمح لك تزورها في السجن كان من عندنا أزورها لأننا كنت معتقل من عندنا أزورها في السجن فكانت كل مبادرة الاتحاد أني أزور أمل في السجن فقلت له يا أخي أنا ما محتاج أزورها دي ما القضية الأساسية القضية الأساسية أنه نطلع صراحة من السجن فده كان كل دوره يعني بكل تواضع يعني تواضع متواطئ مع السلطة للقضية الأساسية في الاتحادات الآن دي اتحاد مهني أنجزوا هؤلاء الشباب النيرين الوعين بوعيهم أنجزوا هذه النقابة ونفتح دريب طويل لنقابة محامين ونقابة أطباء ونقابة صيادلة ونقابة مهندسين فعلا أريد أن أسألك مع هذا الجو الدموقراطي الخالص المسؤول الذي جرت فيه العملية الانتقابية لنقابة الصحفيين ما هي الرسالة التي أرسلها الصحفيون للإجسام المهنية الأخرى نعم هي ليست رسالة فقط بعيدة حقيقة كانوا حضور يعني مبارح بالأمس كان المهندسين قاعدين في دارهم طبعا وكانوا سعيدين غاية السعادة بهذا التدافع الديمقراطي وصفوف الناس فأنا بقول لهم إحنا وقفنا في كل الصفوف إلا الصفة عن انتخاب الديمقراطي ده إحنا الآن ما شهدناه إلا هذه المرة يعني والمحامين زاروا الناس وهنقوا وكثير من الصيادلة كانوا موجودين هنا نبق كل هؤلاء كانوا موجودين في دار المهندس للتهنئة بالعاملية الانتخابية وكانوا الناس سعيدين بها والرياكشن في مواقع التواصل الاجتماعي ممكن نشوفه حتى ما ليس لهم علاقة بالعمل الصحفي ولا بالعلاقة حتى ما منتظموا في أي جهات مهنية أصحاب الأعمال الحرة كانت السوشال ميديا والفيسبوك كان الحدث الأساسي هو انتخاب الصحفي رشحت الصور كبيرة جدا على السوشال ميديا دعنا نذهب معك على الجانب الآخر أستاذ شوقينا تحدث عن جهات بدولة أعلنت عدم قانونية الانتقابات هذه كيف ستتعامل النقابة الآن مع أجهزة دولة غير المعترفة بالعملية الانتخابية هل نحن مقبلين على صدام بين المؤسسات الحكومية والنقابة؟ النقابة ستتجاوز كل هذه المؤسسات الحكومية المتكرسة نحو الشمولية والديكتاتورية وهما الآن هي مسألة النقابة دي بتقوم على الناس والقواعد تحدثت القواعد رفع سجل تم فتح باب طعوم في السجل كل العمرية تمت بهذه السلاسة وبهذه الشفافية تنشر الكشفات في المواقع التواصل الاجتماعي وفي الكشفات تنشر رسميا كانت في جريدة التيار وفي طيبة بريس وفي كل المناطق بطريقة شفافة ده رأي القواعد فأي جهة الآن عندها سلطة على القاعدة على الجمعية العمومية اللي بيتمثل الناس منه اللي بيعرف مصالحهم يعني أكثر منهم فهذه الآن هي محاولة لإعادة العجلة إلى الوراء يعني بحاولهم ما يفقدوا امتيازاتهم ما يفقدوا مصالحهم بفتجوا واحد قائس المجلسين المجلس الصحافة والمطبوعات بلا أي دور يعني بيزول بيتلقى راتب ومو عنده أي أسر وحدز الثورة دي ما عملت إلهام رهيب جدا للناس يعني مجلس الصحافة ده زمان كان بيرفع السماعة كده يوقف صحفي ويوقف جريدة الآن هناك تحدي حقيقي تحدي حقيقة يعني الآن كل هذه الأجسام القمعية لم تعد لها دور وما عندها أسر ولم تعد لديها أي أسر في نفوس الصحفيين والناس يعني اعتبروا دي أجهزة لا قيمة لها بكل اختصار ما عندها قيمة ده من شنو؟ ده من الثورة الآن مثلا نقبص المدير المجلس الصحافة والمطبوعات والأمينة العامة من الصحافة والمطبوعات ما في زولي أذكره الآن أصبح يعني أصبح أكبر أقرب لطرفة لا قيمة له وتحديدا لا عنده أي قيمة لا يستطيع أن يوقف صحيفة لا يستطيع أن يوقف صحفة من الكتابة والآن نستحول للصحافة الإلكترونية الغبضة عليها صعبة فبيقى ما عندهم أسر فبدي محاولة للمحافظة على الامتيازات الامتيازات حصلوا عليها في هذه المؤسسات هي مؤسسات كلها ضرار وحصلوا عليها في اتحادات أيضا ضرار وكل هذه المسائل حفاظا على المصالح فقط لا أكثر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر